أعوذ بالله النشيط الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا من ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجعلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدفا شياطين للناس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الملترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا من قررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهواء بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا غير الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أضعتموهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس في الناس كمن مثلهم في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زجنا للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميع أيام عشر الجين قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضهم بما كانوا يكسبون يا معشر الجين والإنس ألم يأتكم ورسل منكم يقصون عليكم آياتي ويذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لن يكن ربك مغلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوه وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذيبكم ويستخرق من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآث وما آثوا بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل منه فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون واجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام لصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركاءنا وما كان لشركاء فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركاء إنساء ما يحكمون وكذلك زيجن لكثير من المشركين قد لأولادهم شركاء ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرح حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت زهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرح على أزواجنا وإن يكنكم ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم لخير علم وحرعوا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشى جهنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع اختلفا أكله والزيتون والعمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقت الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثين أم ما اجتملت عليه أرحام الأنثين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثين أم ما اجتملت عليه أرحام الأنثين أم كنتم شهداء إذا وصاكم الله بهذا فمن أظلم لمن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علمه إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجل فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه لجس أو فسقا إلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت زهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعضهم ذلك جزيناهم ببغني وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم البجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشرطنا ولا آباؤنا ولا حرعنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هل هم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبعوا الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من أم إملاق نحن نرزقكم وإن جاءوا ولا تقربوا الفواحش ما وهر بها وما بطن ولا تقتلوا نفسا التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقرفوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مباركا فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على قائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراس دين الغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب أنزل علينا الكتاب لكم لكنا أهدا فقد جاءكم بجنة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل إن يتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسجئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان إن المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك مرتوان أولو مسلمين قل أغير الله أغير ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب منزل إليك فلا يكن في صدعك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلبناها فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بهاياتنا يظلمون ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكون ولقد خلقناكم ثم صبرناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فهبط منها فما يكون لكم أم تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاورين قال أنا أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم سراطك المستقيم ثم لا تتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذعوما مذحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهدنا منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شهتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبذي لهما ما موري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وقفقا يخصفان عليهما منه ولق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحلنا لنكون هنا من الخاسرين قال أبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد نزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ورباس التقوى ذلك خير وذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج بويكم من الجنة ينزعوا عنهما لما سوما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إن جعلت الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هذا وفريقا حق عليهم ضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشرموا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطجبات من الرزق قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشعقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أول أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إنما يأتي الدينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنها وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ادارتوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم وربنا هؤلاء يضلون فآدهم عذابا وضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذابا ما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سمس الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مياد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي المجرمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا من هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحظ ونعدوا أن تلكم الجنة ورثتها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أرهم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فألوجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن من بينهم اللعلة الله على الظالمين الذين يصدون عون سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجابا وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصار تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أها أولا الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة قد خلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن نفيضوا علينا من الماء أو مما رزقتهم الله قالوا إن الله حظمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولا عبار وغرطهم الحياة الدنيا فاليوم ننسىهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب وفصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فأل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أول رب فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أجام ثم استوى على العرش يوش الليل للنهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والحجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المرتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد أصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا أتخالا وسقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطجم يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقومي يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قومي عبد الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يور عظيم قال الملأ من قومي إنا لنرك في ظلال مبين قال يا قوم ليس لي ظلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجينا هو الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاه مودا قال يا قومي عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنرك في سفاهة وإنا لنظن منك من الكاذبين قال يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكركم من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين قال قد وقى عليكم من ربكم رجس وغذب أتجادلونني في أسماس سيتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فآجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا ذابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإذا تمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره واذ جاءتكم بجلة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروا تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكوا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتام فاذكوا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال المله الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا حرسلوا من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذين آمنتم به كافرون فعقروا ناقة واعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالحاتنا بما تعجنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم لسانة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه يتاتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شاوة من عدون الرساب بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتفهرون فآجيناه أهله إلا مراته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قومي عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بجنة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفشدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عنها سبيل الله من آمن به وتبعونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم منظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان قائفة فتمنكم آمنوا بالذي أرسلت به وقائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين